من ناحية مستوى المعيشة يظهر التقرير أن نحو 32% من الأسر العربية يعتمد على المخصصات الحكومية مصدرا للدخل بينما يبلغ متوسط الإنفاق الشهري لدى الأسر العربية معدل نصف متوسط الإنفاق لدى الأسر اليهودية على المستوى الصحي فإنما يزيد على 10% من العرب يعانون أمراضا مزمنة والنسبة الأعلى تظهر في البلدات الكبيرة والقرى غير المعترف فيها ولا تصلها الخدمات اليومية من جانب السلطات الأفات البيئية في محيط المجتمع العربي هي كثير كبيرة على سبيل المثال مكبات نفايات مياه عادمة في الجنوب حوالي 75% من الأسر التي في الجنوب تعاني من هذه الأفات البيئية ونرى أن هذه الأفات البيئية تؤدي إلى ضرر صحي معين وإذا هذه المعطيات يبدو أن جهدا كبيرا لا يزال ينتظر قادة المجتمع العربي لا سيما نواب الكنيسة الذين رأى بعض منهم في التقرير مؤشرا خطيرا لواقع يستمر منذ 60 عاما ونيف جدا من المفروض أن نبدأ من اليوم على تعقيق وتوسيع المسطحات للكرة والمدن العربية كذلك نحن نرى أن منذ النكبة وحتى اليوم وبعد هدم الكثير من الكرة العربية لم تقام ولا مدينة ولا قرية عربية إضافية ويطمح معدو التقرير الذي شمل 3270 أسرة في المناطق العربية المختلفة إلى أن يمهد لدراسات أكاديمية عميقة وتحرك سياسي لتحسين الأوضاع واقع العرب في إسرائيل قد لا يتغير إن لم تتغير سياسة الحكومات الإسرائيلية إزاءهم والتوقعات للمرحلة المقبلة تنظر بما هو أسوأ لأسيما على صعيد قضايا البناء والمسكن والتعليم شيري يونس بي بي سي من محيط مدينة شفا عمر وللحديث عن هذا التقرير ينضم إلينا على الهواء مباشرة من الناصر عبد السلام مصالحة رئيس جمعية الجليل البحوث والخدمات الصحية وهي الجمعية التي قامت بعمل الدراسة السكانية أولا ما هي الحقائق الجديدة التي يضر هذا التقرير مساء الخير التقرير بضر حقائق جديدة لما كانتش ظاهرة بالتقرير الرسمية الإسرائيلية التي كانت تعمل من قبل مركز الإحصال الإسرائيلي على سبيل المثال بما يتعلق بقضية الأرض والمسكن نحن نعلم أن عدد المواطنين العرب في دولة إسرائيل يقارب 17% بينما فقد يمتلكون 4% من الأراضي فهذا المؤشر يدلنا أنه خلال السنوات المقبلة العشرة سيحتاج المواطنين العرب في البلاد إلى 150 ألف وحدة سكانية بينما في الظروف الراهنة الحالية لا توجد هذه الوحدات السكانية لا تتوفر فبالمستقبل القريب والبعيد سيكون الأمر أصعب بكثير بالإضافة إلى ذلك التقرير يشير إلى إهمال السلطات الإسرائيلية للمواطنين العرب إن كان من حيث الكهرباء فـ 5% من البيوت العربية لم توصل بشبكة كهرباء 6% بشبكة مياه ما يقارب 16% بشبكة مياه الصرف لم توصل ماذا عن التعليم والصحة أيضا في هذا المضمار؟ ذكر بالتقرير أنه ما يقارب من 10% من سكان العرب في البلاد يعانون من أمراض صحية مزمنة الأمراض الصحية هذه تتبط ارتباطا مباشرا بالوضع الاقتصادي بالوضع الاجتماعي بالوضع التعليمي فالوضع الاقتصادي نحن نعلم أنه ما يقارب الـ 65% من المواطنين العرب هم عاطلون عن العمل أنا أضيف إلى هذا المواطن النساء أغلب النساء العربيات لا يعملن بالإضافة إلى ذلك 50% من المواطنون العرب في البلاد يعيشون تحت خط الفقر فهذا مجتمعا بعضا يؤدي إلى مشاكل صحية وأمراض مزمنة برأيك كيف ستتعامل الحكومة الإسرائيلية مع هذا التقرير الذي أعدته جمعية عربية؟ التقرير أعد من قبل جمعية الجليل بهدف ترجمة المعطيات الموجودة إلى أرقام هذه المعطيات نحن بدورنا جمعية الجليل نقدمها إلى أعضاء الكنيسة العرب البرلمانيين نقدمها إلى لجنة المتابعة لجنة السلطات المحلية وإلى منظمات عالمية مختلفة التي تعمل في حقوق الإنسان لكي تساهم بالضغط على المؤسسة الإسرائيلية لمساواة المواطنين العرب من ناحية الحقوق داخل الدولة من الناصر عبد السلام مصالحة رئيس جمعية الجليل البحوث والخدمات الصحية وهي الجمعية التي قامت بعمل الدراسة السكانية شكرا لك ترجمة نانسي قنقر